مجزو الخامس أهلا بكم مع انتهاء تنفيذ اتفاق حي الوعر الذي قضى بخروج مسلحي الرافضين للتسوية تتخلص مدينة حمص من الإرهاب وتعود أمينة وخالية من السلاح والمسلحين بأحيائها كفة وكان أكثر من ألف شخص بينهم ثلاثمائة وأربعون مسلحا خرجوا من حي الوعر وذلك في إطار الدفعة الأخيرة من المسلحين في الحي والتي يتم مع نهاية تنفيذها اعلن مدينة حمص بالكامل خالية من السلاح والمسلحين وفاد مراسل الإخبارية بأن المحافظة أنجزت خروج المسلحين وبعض عائلاتهم إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقية سماحة مفتي الجمهورية شيخ الدكتور أحمد بدردين حسون يؤكد أن رسالتنا لكل الأجيال القادمة أن نصنع السلام وأفشوه في قلوبكم وبين الناس ولفت سماحته على هامش زيارته إلى كل من الشيشان وتطرستان ومشاركته بعمل قمة مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي إلى أن مواجهة كل من روسيا وسوريا للإرهاب هدفها الأساسي هو الدفاع عن الإنسانية كلها من إرهاب ليس في قاموسه سوى تكفير الناس وإراقة دمائهم الطاهرة الزكية ولذلك جاء هذا الوقوف والتصدي البطولي من روسيا وسوريا والأصدقاء دفاعا عن قيم السلام والأمان والاستقرار لكل أبناء الإنسانية اجتمع رعاة ومصدر وممولو الإرهاب على مستوى العالم في عاصمة الإرهاب وتطرف الرياض لبحث التصدي لما أنتجت أيادهم الملطخة بدماء شعوب المنطقة طوال سنوات ماضية وترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة استعراضية شاركت فيها بعض الأنظمة العربية والإسلامية المرتهنة لسيدها الأمريكي حيث تسابق في التنظير حول سبل التصدي للإرهاب الذي لا يحتاج القضاء عليه سوى توقفهم عن دعمه وتصديره والمتجرة به وعن استخدامه كأداة سياسية ضد الدول المستقلة أحال النائب العام المصري عن مستشار نبيل صادق 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهمهم بالضلوع في تفجير ثلاث كنائس وضمت لائحة الاتهامات الموجهة إليهم الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وتأسيس خليتين تباعتين للتنظيم في العاصمة القاهرة ومحافظة قنى جنوب مصر وتتعلق القضية بتفجيرات استاذفت كنائسة في القاهرة وطنطة والاسكندرية في كانون الأول ونيسان الماضيين وأسفرت عن مقتل العشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة